اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اجعل ما أصابنا برداً وسلاماً ورحمةً ولطفاً وحناناً وعطفاً وسكينةً وطمأنينة اللهم يا ربنا استجب دعائنا فاشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا اللهم آمين موسيقى موسيقى هو علم من أعلام الأظهر الشريف تولى المشيخة لمرتين وكذلك كان له دور كبير في نقل مكانة الأظهر من المحلية فقط إلى العالمية كذلك عارض وبشدة دخول مصر الحرب العالمية ضد دول المحور بل وكان يعتبر القاهرة مدينة مقدسة وطالب وقتها بذلك اليوم نتحدث عن الإمام المراغي في مصر أرض المجددين يتمثل مشروع الإمام المراغي التجديدي في إحياء اللغة العربية ومعانيها وتهديب العادات الاجتماعية المختلفة مع قواعد الإسلام جاء بفكرة شيخ الإسلام المرجعي كرئيس للديانة في العالم وفكرة أن القاهرة تصبح مدينة مقدسة كل ذلك مع ما حاوله من إصلاح الأظهر والأحوال الشخصية ومناهج التعليم رحم الله الإمام محمد مصطفى المراغي ونفعنا الله بعلومه في الدارين مرحبا فضيلة العالم الجليل وصيص الدكتور عليكم أهلا بكم مولان أهلا وسهلا بكم مرحبا اليوم سنتحدث عن شيخ الإسلام فضيلة الإمام الأكبر الشيخ المراغي فأرجو حضرتك تقول لنا وتحكي لنا عن صفاته الشخصية ومشروعه التجديدي وخصوصا هو تولى مشيخة الأظهر مرتين اتنين يعني وده شيء فريد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا فضيل الشيخ مصطفى محمد مصطفى المراغي ولد 1881 يعني لما جه بداية القرن كان عنده 19 سنة ولما جات صورة 19 كان عنده 38 سنة فهو من رجال مصر الذين ساهموا في هذا المعترك السياسي أثناء الاحتلال البغيض الإنجليزي سيدنا الشيخ تعلم وكان دم يكن يعني واسع الثراء أو كده إلى آخره فلما نزل مصر ذهب إلى حجرة صغيرة يسكن فيها كان زمان يقوله المجاور يبقى فقير لأنه جاي من بلده ولأنه متغرب ولأنه جاي يبتغي العلم لا يبتغي الدنيا وكان من صهاج من مراغة من صهاج نعم وكان يعني يطلع الأول تملي حتى نال مرتبة قاضي قضاة السودان ويذكر أحمد باشا شفيق صاحب المذكرات وهي مذكرات فيها بيسموها الحوليات يعني يكتب فيها يوما بيوما أنه مرة زاروا في السودان وكان الحاكم الإنجليزي موجود بتاع السودان وبعدين أحمد باشا قاعد والحاكم قاعد كده والشيخ الشيخ المراهي قضي قضا فالترابيزة بعيدة عن عشر سنتي كده بعيدة عن الحاكم فجاء لما مسك القهوة عايزة يحطها على الترابيزة فهيقوم لو حطها على الترابيزة يقوم فالشيخ المراهي شاور إلى الخادم أنه يقرب له الترابيزة مش هو قربها له يعني لو كان فيه نوع من أنواع أنه ده تعظيم للحاكم وكده إلى آخر يبقى هو يقربها له بما أنه ضيفه يعني أو حتى يعني مجرىش حاجة يعني مش مشكلة فأحمد باشا الشفيق لأنه كان يعني مترابي في أصل الخديوي وعارف البروتوكول أعظم هذا جدا في الشيخ وعارف يعني قاضي قضا وعارف يعني أنه مندوب مصر هنا وكده إلى آخره لأنه الحتة دي حتة فيها بروتوكول وإيتيكيت هو تصرف صح أنه يشاور للخادم أنه يقربها مش أنه هو اللي يقربها إيه البروتوكول كده صحيح البروتوكول كان أن الملك لما يجي ملك إنجلترا يطلع له الحاكم يقابله لكن قضي قضا لأ كلهم يستنوا تحت والحاكم يطلع وينزل بيه فرفض وقال له أنا اللي أطلع فتغيرت البروتوكولات الإنجليزية لأجل خاطر الشيخ وراح طلع لما طلع قالوا له أول ما تدخل تركع كده البروتوكول كده أنا ما بركعش الحاد أنا بركع لله وحده لكن ما بركعش أنا للبشر فلما الملك عرف قال هو ما دخلش ليه قالوا له لأنه مش عايز يركع قال لا دخلوه وما يركعش فدخل وسلم وصفحا عن الملك وكده إلى خريه والحاجات دي بتدلك على شخصيته إنه شخصيته كانت شخصية قوية وشخصية نافذة وهو ده برضو هنراه في مشروعه التجديدي اللي ليه كانت آثار يمكن ما تعملتش لغاية دلوقتي لما جيه كان في إداراته الأولى قعد سنة للأزهر وبعدين خدها الشيخ الأحمد الزوهري قعد حوالي بتاع ست سنين كده وبعدين صار علماء ضد الشيخ الزوهري فرجعوا الشيخ المراهي مرة تانية وكان الملك فاروق يحضر دروسه وكان الراجل ده أول ما جيب بعض الناس قال لك ده مش عالم ولا حاجة ده التهى من وهو صغير بالمناصب وقضي قضاه ومش قضي قضاه بتاعه مش عارفه وما يعرفش العلم يعني زينا كده فقاله مسلاه أنا معرفش العلم وراح درس فيه كلية الشريعة أصول الفقه في كتاب صعب قوي اسمه كتاب التحرير للكمال ابن الهمام كتاب التحرير عندنا ده اللي هو القمة ده رسوله وكان كل ما يدرس يوقف الولد يقول مين يقول لي أنا قلت إيه علشان هو فاهم ولا لأ فاهم يبقى ده صح ما هوش فاهم يصحح له ويعيد الدرس الثاني لغاية أخر السنة فأقر له الجميع بالعلم العميق الواسع وهدأت فتنة حكاية إنه مش عالم واشتغل بالمناصب ومش بالمناصب وعرف إنه ده من كبار علماء الإسلام ويستحق المشيخة عن جدارة وعن واقع المشروع التجديدي بتاع الشيخ هنرى آثاره في قضية التعليم وفي قضية الاتصال الجماهيري وفي قضية الموقف من التراث الشيخ كان حواليه مجموعة من العلماء المتمكنين وكان يقول إن الفقه الإسلامي الموروث فقه واسع وأنه لم يترك شاردة ولا واردة اسألني أي سؤال ما بين السماء والأرض هتجدها في الفقه الإسلامي بالتفصيل وبالإتقان وبما يرتب ذهنك سواء اتخذتها أو طورتها لكن هيرتب ذهنك ويفتح لك أبواباً لم تكن من قبل هذا موقفه من التراث يبقى موقفه من التراث من مدخل الاختيار الفقهي موقفه من التراث من ترامزة محمد عبدو صحيح نحن قلنا لما مات محمد عبدو كان عنده 24 سنة يعني كأنه تخرج خلاص سنة 1905 مات محمد عبدو فموقفه من التراث أنه يختار منه فقهياً ما يحقق المصالح ما يحقق المقاصد ما يراعي المآلات ما لا يخرج عن هوية الإسلام ويخالف أي إجماع ما لا يكره على اللغة العربية بالبقلان يعني إذن الراجل له موقف واضح في هذا حدث له بقى إيه دعا إلى شيء اسمه شيخ الإسلام دعا إلى شيء اسمه شيخ الإسلام اسمه شيخ الإسلام شيخ الإسلام ده إيه طب ممكن أسنعزن حضرتك إن محتاجين نفهم مفهوم شيخ الإسلام وليه أطلق عليه تحديداً شيخ الإسلام هو شيخ الإسلام برضو بس الشيخ الأظهر يعني صحيح ولكن أساساً فاضلتك أنا آسف جداً للمؤاطعة لا أتفاضل أساساً حالك بعض الفاصل أرجوكم خليكم معي في مدينة المراغة التي يقع امتدادها من النيل شرقاً حتى مقابر المحافظة غرباً في تلك البقعة الطاهرة من صعيد مصر ورد الإمام وقائد ثورة التجديد بزمنه محمد المراغي في سوهاج والذي يستقبلك تمثاله على مداخل قريته ليرحب بك بالمراغة بلد العلماء وهنا في شارع المراغي عاش الإمام الفقير الذي يفتخر تلاميذه وأحفاده وأهل بلدته أجمعين بعلمه الزاخر أيام الإمام المراغي الأخيرة قضاها بمدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط وعلى كورنيش الإسكندرية التي كانت ملاذه في رحلاته الأخيرة رحلت روح الإمام إلى بارئها بعد مسيرة مشرفة قضاها الإمام الأكبر في خدمة دينه وعلمه ليكون منبراً للعلم وسراجاً منيراً يضيء الطريق لكل من جاوره موسيقى مرحب بفضيلة الدكتورة علي جمعة مرة أخرى أهلاً بحضرتك أهلاً بيك أهلاً بكم توقفنا مع وصف فضلت الإمام مصطفى المراغي بشيخ الإسلام لا مش وصفه هو هو ما هو شيخ إسلام لوحده هو عايز مرتبة تكون للعالم الإسلامي تسمى بشيخ الإسلام المشلام هو شخصياً يعني آه يعني الكاسوليك عندهم البابا تمام يبقى المسلمين عندهم شيخ الإسلام كمرجعية عليا كمرجعية عليا دي بيسموها في الإنجليزي آثورتي آه الجماعة بتوع سنود السنين عندهم في أمريكا يعني فيه كل الجماعة بتوع التبت عندهم الضلايا لاما ده المرجعية العليا طيب فين المرجعية العليا للمسلمين آه يعني آه عمتاً كده وبالآه بالتاريخ وبالكده هو شيخ اللي أظهر لا أنا عايزها تبقى رسمية يعني تتوجد فيه كل الدول الإسلامية بحيث أنه إذا اختلفت الأمور نرجع إليه إلى الشكل الإسلام الكبير ده نعم كل المسلمين احنا دلوقتي بقينا حوالي 2 مليار اللي 2 مليار مرجعهم ده زي ما الكاسوليك مرجعهم ده زي ما البروتستانت مرجعهم ده زي البوزي مرجعهم ده فونادى بهذا المفهوم أن يكون فيه شيخ الإسلام أن يكون فيه شيخ الإسلام الشيخ الإسلام كان موجود في الدولة الأثمانية أيام ما كان فيه دولة أثمانية آخر شيخ الإسلام كان مصطفى صبري هاجر من تركيا بعد اختلافه مع أتاترك وكذا إلى مصر ومات هنا ودفن هنا وكذا إلى آخر وكيل شيخ الإسلام كان الشيخ محمد زهد الكوثري هاجر إلى مصر ودفن بها أيضا بجوار ابنتيه مفهوم المرجعية المرجعية دي مهمة جدا حتى للمسلمين في أمريكا أو في غرب أوروبا أو في أستراليا في بلاد غير المسلمين هذه المرجعية مهمة للغاية لأنها بتتدخل في سهولة حياة المسلمين في البلاد خاصة لما يكونوا بلاد غير إسلام أنجلترا فين الكبير أنتوا صح كده إحنا عايزين أن نحكمكم بما تريدون بس إيه الحاجة الصحيحة اللي أنتوا بتتحكموا بيها ومن هنا بتأتي القضية المرجعية والشرعية يعني أنا وأنا في أنجلترا يجب ألا أخالف القانون الإنجليزي بس هما كمان وهم عايزين يخدموني عايزين مرجعية يسألوها هو أنتوا الحاجات اللي أنتوا طالبينها إيه والمرجعية والشرعية حتى لما جم بتوع فرنسا يمنعوا الحجاب رجعوا للأزهر هو الحجاب ده فرض للسيدات ولا لأ علشان يطلح حاجة هناك ما تقزيش المسلمين الفرنسويين وفي نفس الوقت ما تخالفش الشريعة الإسلامية فراحوا قالوا إيه أيوة نعملها في المصالح الحكومية مش في عموم الحياة أو كذا إلى آخره بعد ما عرفوا الحكم يبقى إذن هما فكرة المرجعية والشرعية فكرة موجودة في العالم كله ويجب علينا أن إحنا يعني نستغلها لسهولة الحياة ولتحقيق حياة أسهل للمسلم في العالم فالشيخ عايز الشيخ الإسلام لغاية النهاردة لم تتحقق هذا إلا بصورة عرفية إن الناس ثقة في الأزهر وفي مؤسسته وفي تاريخه وفي من يتولى قيادته الشيخ الأزهر والمؤسسات التابعة له هيئة كبار العلماء مجمع البحوث الإسلامية وهكذا والجامعة الأزهرية كل هذا بيعطي شيخ إسلام واقعي لكن هو كان عايز شيخ إسلام رسمي بحيث أن يكون هناك فرضي ما حدش يقول وأنا مالي ومالي الأزهر ما هو ممكن حد يقول كده وإن كان يخرج عن العرف في العام وإن كان يخرج عن الواقع لكن في الحقيقة كان كلمة شيخ الإسلام دي فكرة جاية من مشروعه أيضا كان عنده فكرة يا مولانا الحياة وأنا أسف مرة تانية المؤطعة فكرة أن القاهرة تكون مدينة مقدسة دي الفكرة التانية في أثناء الحرب كان المدن المقدسة ممنوع ضربها حتى لا تزول الأثار اللي فيها وحتى لا تتغير ديمغرافية لهذه المدن فالطيب والقاهرة مدينة مقدسة لاجتمالها على أولياء الصالحين وأهل البيت الكرام والصحابة والتابعين وأن تاريخها يؤكد احترامها وقداستها وبعدها عن ما لا ناقة لنا فيها ولا جمل وهو بيخطب أمام الملك وجه الملك أنه كان الإنجليز بيقولوا يلا يا مصر اعلني الحرب على دول المحور فقال حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل انتم بتحربوا بعض الحاجات احنا ما احناش عارفين انتم بتحربوا بعض إصلاح الأظهر أيضا جانب تاني لأنه كان مهتم جدا بإصلاح الأظهر كان طريقة أنه أوقاف الأظهر كانت كثيرة فكان الطالب يجي ويصرفوا عليه من الأوقاف دي فيسموها الجراية يعني كأنها منحة دراسية فلقى والنظام كان أن أنا عندما أجد في نفسي أهلية أتوجه إلى الامتحان علشان أخذ العالمية فلقى الناس مش راضية تتقدم الامتحانات تعالوا يا أولاد أنت رجل عندك خمسين سنة دلوقتي وأنت عندك ستين سنة أنتوا لسه مش بعتوش علم يعني قالوا له لا العبارة مش كده العبارة إن إحنا نروح فين هنتوظف فين هنأكل منين أنتوا دلوقتي بتدونا الجراية إحنا عايشين عليها وبنؤدي ما علينا إن إحنا ندي درس هنا درس هنا نقوم بالتراويح هنا نعمل حاجة كده لكن هنخلص الجراية وما هنأكل منين قال لهم لا منتوا ترجعوا بلدكم وتشتغلوه وتعملوا كذا إلى آخره اختلفوا مع بعض فالشيخ المراغي جات له فكرة عبقرية وهو منح العالمية للجميع لكل الناس؟ لكل العلماء يعني؟ لكل العلماء مدام قعد أكثر من 12 سنة في الأنظر هذا كلام معناه قلب مفتوح عقل مفتوح مشروع تجديدي متكامل استطاع به الشيخ المراغي أن يطور وأن يتقدم وأحبه الناس رحمة الله عليه رحمه الله تعالى كل شكر فالعلم الجليل والسيد دكتور علي جمع شكرا لحضرتكم شكرا لك شكرا جزيلا شكرا موصولا لحضرتكم إلى اللقاء من السلوكيات الخاطئة شيوع الشائعات في الناس ولقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذلك فقال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وفي رواية كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع فعليك أن تنزه آذانك من الشائعات وأن تنزه لسانك من الشائعات وفي عصرنا الحديث يجب أن تنزه عينك أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت الشمس فعلى مثلها فاشهد وشاع التلاعب بالصور كما تلاعب بالأصوات كما تلاعب بالأخبار اتق الله فإننا في عصر يموج بالفتن بسم الله نبدأ وبسم الله نتوكل وعلى الله التكلان يا رب هذا أول يوم العمل فوفقني واهدني واجعلني ممن يتقنون عملهم حتى أكون أحب إليك فإنك تحب من العمل أتقنه اللهم آمين لها إبداع